الشيخ مباذ كلامه بسيط جدا بل إن حدثني أحد المشايخ يقول أن الشيخ في بعض كلماته يقول من أربعين سنة يقول أذكره كان في الشيخ لما كان في الجنوب في الخارج وفي كذا يقول أني أسمع الشيخ يقول هذه الكلمة من أربعين سنة واليوم سمعتها في مسجد قريب من بيت الشيخ الذي يسمونه مسجد سارة جنب بيت الشيخ فيكرر الشيخ عباراته وهي عبارات بسيطة يقول هذا الرجل وهو من طلاب العلم يقول والله نسمع هذه العبارات وهذه كلمات من الشيخ فنتوقع أن هذه كلمات بسيطة وإذا أردنا أن نقولها نتعب والشيخ تميز باستدلالاته بالكتاب والسنة والرجوع ثم الشيخ في عباراته كان عنده نظرة بعيدة يعني الشيخ من أموره اللي نجد أن الشيخ يتوسع يقول في بعض يعني هذه دارجة يعني هذه ممكن نسمعها دائما من الشيخ مباز رحمه الله ما يتعلق ووصي يعني حتى في مجالسه مثل هذا مجالس وصيتي للإنس والجن ويشرك الجن أيضا في دعوته هم يسمعون فكان أحيانا يدعوم ويوجه لهم أيضا التوجيه بل إنه قال في أحد محاضراته وفي أحد كلماته يقول في دعوته ويدعو للناس في الأرض وفي البحر وفي كذا ويقول وفي الجو يقول حتى فقال عبارة عجيبة قال حتى في المركبة الفضائية عندما سمع فهذا يدل على بعد نظر الشيخ وحرص أيضا على الدعوة حتى لمن كان في المركبة الفضائية يدعو لهم فلا شك هذا من توسع علم الشيخ ولذلك نجد أن العلماء مثال الشيخ محمد الدوهاب وأيضا من السلف في هذه الدعوة المباركة فنجدهم دائما عباراتهم بسيطة لكنها مؤصلة وواضحة ترجمة نانسي قنقر